المتابعين الكرام في الانبكة العربية السعودية أصعد الله أوقاتكم بكل الخير عليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في مركز تقص العرب والتي تشير تقريبا إلى أن هناك تشكيلات من السحب والغيوم هذه تظهرت خلال الساعات صباح هذا اليوم على شكل التخاريج بحرية في المناطق الساحلية أو المحاذي للمناطق الساحلية من المناطق الجنوبية بالإضافة لتشكل سحب ركامية رعدية فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة والتي تعمل على هطول زخات رعدية من الأمطار تكون في بعض الأوقات غزيرة مسببة تشكل لسول أو حتى جريان للأودية سحب أيضا تشكرت اليوم في نواحي المناطق الشمالية لحائل وبالقرب من الجوف وسكاكا وعرعر هذه السحبية تابع الامتداد لهذه الحالة المطرية المتوقعة أن تستمر على مناطق المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة خرائط توقعات الهطولات المطرية الناتجة من النماذج العددية تشير إلى استمرار وجود فرص الأمطار في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة مناطق السحلية على شكل تخاريج بحرية تدخل إلى بعض المناطق السحلية تكون محلية الطابع ونعني بالتخاريج البحرية هطول زخات رعدية من الأمطار أحيانا وتكون خاصة في المناطق السحلية تكون بالقرب من جدة وأيضا السواحل القريبة من الليث والقنفذة وأيضا ربما تطال مدينة جدة ولكن الاحتمالية تكون ضعيفة إلا إذا تشكلت تخاريج بحرية بالقرب منها تستمر فرص زخات الأمطار الرعدية فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية وهذه هي السماء الأساسية للأحوال الجوية خلال ساعات هذه الليلة وصباح يوم غدين معظم المناطق الجنوبية على موعد ماء احتمالية لأن تتعرض تلك المناطق الساحلية لبعض من التخاريج البحرية شمالا في حائل والجوف وسكاكا هناك فرصة جيدة للأمطار كما نلاحظ خلال ساعات هذه الليلة تشتد هذه الفرصة مع ساعات نهار يوم غدين لتشمل أيضا مناطق أوسع من شمال غرب المملكة وربما تطال أيضا بعض الأجزاء بالقرب من تبوك والحدود السعودية الأردنية تشتد الأمطار فوق مرتفعات جنوب غرب المملكة تكون غزيرة على فترات كما وتقترب التخاريج البحرية من مناطق جدة وسواحل الليت والقنفذة وأيضا عموم المناطق الجنوبية الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى وتستمر هذه الحالة المطرية حتى ساعات متأخرة من نهار يوم الأحد بالعودة للأحوال الجوية في القسم الآخر في المملكة مثل الرياض الأجواء مستقرة تماما درجة الحرارة مثلا الصغرى هذه الليلة 9 درجات مأوي الأجواء غائمة جزئيا لكنها نوعا ما باردة حتى في ساعات الليل بالرغم من الاستقرار في الأجواء أحوال التخطر توقع خيال ثلاثة أيام القادمة تكون في العاصمة الرياضة على النحو التالي 19 درجة موئية يوم الأحد 20 يوم الأثنين تعود إلى 17 درجة موئية يوم الثلاثة هناك انخفاض متوقعة درجات الحرارة بالرغم من استقرار الأجواء ولكن كما نراحق في ساعات الليلة 9 درجة 8 ثم 6 درجات مئوية وبالتالي توقع ازدياد الشعور بالبرد في بعض مناطق المملكة كلما تقدمنا في هذا الأسبوع تفاصيل أوفة حول حالة التقس خلال هذا الأسبوع تجدونها في النشرة الجوية الأسبوعية هذا كان يكون لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة خلال 24 ساعة القادمة دمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة